السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ إذن رأينا سابقا كيف نقوم بتحريك الرسومات أو الصور باستعمال برنامج الباوربوان اليوم سنستعمل نفس البرنامج أي الباوربوان إذن كما ترون لدينا كتاب وهذه صورة الغلاف وضعنا لها عنوان ووضعنا صورة على الغلاف إذن هذا هو غلاف الكتاب إذن ماذا سنفعل اليوم؟ سنقوم بتصفح صفحات الكتاب باستعمال برنامج الباوربوان إذن تابعوا معي النموذج ثم نمر إلى العمل خطوة بخطوة كيف نقوم بمثل هذا المثال إذن هذه الصفحة الأولى نستطيع أن نعطي وقت محدد لكل صفحة كي يتسنى لنا القراءة ما بداخل الصفحات إذن هكذا نقوم إذن المرور إلى الصفحة الموالية بطريقة جميلة جدا إذن هذه هي الطريقة التي نتصفح بها صفحات الكتاب إذن هذا هو عملنا اليوم إذن الآن رأينا هذا النموذج إذن بعد قليل سنمر إلى التطبيق إذن سنتعرف كيف حصلنا على هذا النموذج وإذن ما هي الخطوات المتبعة لكي نحصل على مثل هذا الكتاب ترجمة نانسي قنقر